موسيقى العاشرة تماما بتوقيت أسمر إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين موسيقى إصابت 47 مواطن بفيروس كورونا اليوم موسيقى تطعيم المواشي في مدرية غرورة موسيقى دورة تدريبية فنية لعضاء قوات الدفاع موسيقى موسيقى وفات 15 شخص في التكدس على حدود جنوب أفريقيا وزيمبابوي موسيقى 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 صحة عن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم السابع العشرين من ديسمبر في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في الأقليم الأوسط أظهرت إصابة 47 مواطن بفيروس كورونا في قدون ذلك شفية 23 مواطن من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات أسمرى وإقليم جنوب البحر الأحمر حيث كان 22 منهم في مستشفيات أسمرى وواحد في مستشفى أقليم جنوب البحر الأحمر لتصل حالات الشفاء حتى الآن لـ 623 ووفاة مريض كورونا واحد وتلقى 415 مصابة كورونا الرعاية في المستشفيات وقد بلغت الإصابات بفيروس كورونا في البلاد عامة 1039 عصابة حتى اليوم وهذا العدد للإصابات بفيروس كورونا الذي تجاوز الألف يدعو للقلق بالنظر للعدد المتزايد ببطء في الأشهر التسعة الماضية ويجب الوقف الانتشار العمل بجد لتنفيذ التعليمات الحكومية الصادرة وزارة الصحة 27 من ديسمبر 2020 قال مسؤول مكتب الزراعة في مدرية قرورة سيد آدم صالح إن تطعيم المواشئة التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركاء سهم لخفض الأمراض الحيوانية وأضح القيام بالتطعيم وانشطة مكافحة ومتابعة للأمراض المنتقلة عبر الحدود المتاخمة للسودان وأشار إلى توفير المال الراعي والمياه عن قرب للمواشئ ساعد لتكاثرها والحفاظ على صحتها وذكر التنظيم حملة تطعيم في شهر فبراير 2021 لمكافحة الأمراض الشتوية داعيا أصحاب المواشي لتطعيم مواشيهم وإبلاغ الجهات المعنية في حال ظهور الأمراض وفاد مراسل إيرنا أن المزارعين يعملون بنشاط لهطول أمطار شتوية جيدة نظم ضابط التعبئة والتوجيه في وزارة الدفاع دورة تدريبية فلاكرولية لـ 42 فنانا من تسع وحدات هي القيادة الشرقية والقيادة القربية والقيادة الوسطى وقيادة القوات الخاصة وقيادة الجيش الشعبي وقيادة القوات الميكانيكية 74 والفرقة العسكرية 84 وحيئة الإدارة وفرقة والتا الفنية واجتملت الدورة التدريبية المنظمة لشهرين في منطقة دونغولو العلاي الرقصات التراثية وجمال التراث وأساليب الدراسات الثقافية وتنظيم وعداد الرقص ونظام الإضاءة وكتابة القصص والملابس ومقزاها وأضح قائد ضابط التعبئة والتوجيه في وزارة الدفاع العقيد سولومون سيوم في مراسم اختتام الدورة التدريبية في السادس والعشرين من ديسمبر أن الدورة المنظمة على مستوى البلاد تعتبر الأولى من نوعها داعينا المشاركون لتطوير المعرفة المكتسبة بالعمل ونقلها إلى زملائهم وذكر المشرفون على الدورة التدريبية بأن الرقص يعكس الأحاسيس الداخلية للإنسان ويعبر عن الهوية والقيم من جانبهم أكد المشاركون في الدورة على مساهماتهم لاستقل قدراتهم وتدعم معرفتهم وسيعملون لتطوير القدرات التي اكتسبوها بالتجربة بالطريقة العلمية جرت اليوم السابع والعشرين من ديسمبر أنشطة إصحاح البيئة في مختلف مناطق أسمراء في إطار برامج مكافحة وباء فيروس كورونا وقد نفذت أنشطة إصحاح البيئة التي نظمها أعضاء الشباب العمال في الأقليم الأوسط ومكتب وزارة الصحة في الأقليم الأوسط في أسواق ماركاتو وعداء قاح الراج والخضر والفاكهة وقال مسؤول إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة في الأقليم الأوسط السيد أبراهام بلاي إن البرنامج سيتواصل وأكد المشاركون الطوعيون في البرنامج على أهميته وآنيته موضحين عن استعداداتهم لمواصلته مستقبلا أيها السادة المشاهدين هذه كانت أخبارنا المحلية فاصلا قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباع على الصعيد العالمي ابقوا معنا أهلا بكم مجددا ذكرت قناة إخبارية أن 15 شخصا على الأقل توفوا في الأصابع الماضية عند معبر أبيتر يريغ على حدود جنوب أفريقيا مع زيمبابوي بعدما اصطفى الراقبون في عبور الحدود في صفوف طويلة لإجراء فحص كورونا ولم ترد وزارة الصحة والداخلية والشرطة المحلية في جنوب أفريقيا للتأكد من عدد الوفيات التي أرجعت وسائل إعلام محلية سببها إلى الإجهاض واعتلال الصحة في ظل عدم وجود المرافق الضرورية أثناء الانتظار لعبور الحدود وهو ما يمتد لأيام في بعض الأحيان وكشفت صور ومقاطع فيديو تدولتها قنوات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي صفوفا من السيارات والشاحنات امتدت على مسافة كيلومترات على طريق الضيق المؤدي إلى معبر بيتر يديغ نغطة العبور الرئيسية بين البلدين والذي يزدحم أكثر من المعتاد في هذا الوقت من العام بسبب موسم عودة المهاجرين إلى زيمبابوي وتواجه جنوب أفريقيا التي تؤوي 1.5 مليون مهاجر من زيمبابوي موجة ثانية من جائحة كوفيد-19 أعلنت لجنة التعريفات الجمهورية بمجلس الدولة الصيني مجلس الوزراء تمديد الإعفاء الممنوح للمجموعة الأولى من السلع الأمريكية الخاضعة للجولة الثانية من التعريفات الإضافية لمدة عام واحد وذكرت اللجنة أن التمديد الجديد سيكون ساري المفعول بالنسبة لست أنواع من السلع ومن بينها الزيوت والكيمويات وذلك اعتبارا من الـ 26 من ديسمبر 2020 حتى الـ 25 من ديسمبر 2021 وكانت لجنة التعريفات الجمهورية الصينية أصدرت نهاية العام الماضي قائمة بالمنتجات الأمريكية المستبعدة من الإجراءات الجمهورية التي اتخذتها الصين ضد تدابير المادة 301 للولاية الأمريكية حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل بها تعهدت الحكومة اليابانية بتبني خطة تتضمن تعزيز استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية واستخدام طاقة الرياح السحلية ضمن جهود أخرى لإنهاء الانبعاثات الكربونية تماما بحلول العام 2050 وذلك في إطار مكافعة التغيير المناخي وفادت وكالة باكيودو اليابانية بأن خطة العمل التي تحمل اسم استراتيجية النمو الأخضر تتضمن و14 عنصرا أساسيا من بينها الاعتماد على الهايدروجين كمصدر للطاقة ويعادة تدوير الكربون وزيادة دعم القطاع الخاص للمساعدة في تحقيق هدف الوصول بصافي انبعاثات ثاني أكثيد الكربون إلى الصفر وتعتقد الحكومة اليابانية أن استراتيجية النمو الجديدة ستحقق عوائد اقتصادية تساوي نحو 90 تريليون يين في عام 2030 و190 تريليون يين في 2050 وتتضمن تلك العوائد المبيعات والاستثمارات التي ستحسها الطلب على المنتجات الجديدة الصديقة للبيئة والخبر الأخير في هذه النشرة أكد رجال الإنقاذ فوق عشرة حيتان تقطعت بهم السبول على ساحل شرق يوركاشير بالمملكة المتحدة إذ لاحظ أفراد الجمهور لأول مرة بعض الحيتان على الشاطئ الشرق يوركاشير وتم استدعى جمعيات إنقاذ القواصين البريطانيين للحياة البحرية مع خفر السواحل والشرطة بعد أن تم رصدهم وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية لكن متحدثة باسم الجمعية قالت إنه تم التحقيق من التقرير عن وجود المزيد من الحيتان على بعد أميال قليلة جنوبا في سابرين بوينت ولكن لم يتم العثور على شيء وقال أحد قواصين الإنقاذ إن بحر الشمال بيئة صعبة لحيتان العنبر لأن المياه الضحلة بها القليل من حبار المياه العميقة التي تتقز عليها عادة ونادرا ما نجت من النجوح على الشاطئ بسبب حجمها ختام النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة